أول شي بدنا نبلش نخلط صفار البيض مع السكر ومنخلطهم كتير منيح لحديث ما يسمك المزيج ويصير لونه أفتح ويصير شكله مثل شكل الكريمة أو الكستر هيك يصير سميك بهالشكل من بعد ما نوصل لها المرحلة منضيف الحليب كامل الدسم ومنخلط منضيف الملح ومنخلط ومنضيف آخر شي فانيلا سائلة ونرجع ومنخلط نرجع بدنا ننخل فوق طحين عم نستخدم طحين الكيك رح اكتب لكم بالدسكريبشن بوكس كيف تعملوه بالبيت إذا ما كان عندكم موجود وبايكينج باودر ومنخلطهم مع بعضهم لحديث بس ما ينخلطوا مع بعض ما بدنا نخلطهم الزيادة وهلأ بدنا نخفق بياض البيض مع كريم أوف ترتار منخلطهم لحديث ما نشوف صار فيه فقاعات على الوجه بهالشكل لما نشوف هولي الفقاعات الهواء منحط بقى السكر ومنخلط المزيج لحديث ما يبلش يسمك يصير لونه أبيض يصير يصير لميع وبزير بيترك مثل هولي الأشكال الأمواج هوني بعده عم يتحرك نحنا بدنا نوصل لستيف بيكس يعني الكمة الجامدة رح أرجيكم كيف بهالشكل بيكون صار جاهز إنه نضيفه عمزيج الكيك أول شي ببليش وبضيف بس ملعقتين بحرك لحديث ما يروح لون البيض وبرجعوا بضيف بقية مزيج بياض البيض بضيفه كله مرة واحدة وبدي أرجع حركم لحديث ما يروح لون البيض مثل ما عملنا أول شي بدنا ننتبه ما نحركم بقوة مشان يضلوا الكيك يطلع طري وهش بهالشكل بس لا يروح لون البيض هلأ بدي أجيب صانية الخبز أنا عم بستخدم صانية على شكل مربع عم تص علي البايكينج سبري فيكن أنتو تدهنوها بالزبدة المدوبة وحط ورق زبدة كمان وبحط مزيج الكيك فيها إذا شفتوا إنه فيه بياض البيض بعده مبين فيكن تحركوه شوي مشان يبطل مبين وعم برجع أستخدم أنا عودة الكيك بوب حوارجيكم هلأ كيف لروح كل الهواء فقاعات الهواء اللي طلعت معي بالكيك بروحها بهذه العودة قدمة فيه قبل ما نحطه بالفرن والفرن بده يكون محمى على 160 درجة وبدنا نحطه بالفرن تقريباً لعشرين أو خمسة وعشرين دقيقة بس ومن بعده بيطلع معكم بهالشكل بتشيلوا ورقة الزبدة وبدي أقلبوا ع ورقة زبدة تانية ورح تشوفوا الوجه هيطلع حلو وبدي أتركو يرتاح ويبرد لحديث ما أنا حضر بقية الخطوات هلأ بدي أعمل مزيج الحليب عم بيستخدم حليب مبخر حليب كامل الدسم وكمان حليب مكسف محلة وبخلطهم كل ياتهم مع بعضهم لأنه بدي شربهم فوق الكيك هلأ بدي أجيب الكيك وبدي أجيب شوكة وبدي أبلش أعمل بالكيك أسقاب مشان يفوت الحليب يتشرب بالكيك مظبوط ليطلع كتير طيب وطاري وتطلع طعمة كيك الحليب الطيبة أدمة فيي بعمل فيه سكوب مشان يفوت الحليب مظبوط بنحط الحليب فوقه بنخليه يتشربه بدنا نتركو شي نص ساعة ليتشربه مظبوط وتلاقو الكيك الحليب فات على الكيك على المظبوط بهالوقت أنا أنا ونطر الكيك رح أخفق الكريمة السائلة كريمة الخفق وحضلني أخفقه لحديث ما يصير عندي كمان نفس الشي اللي بنسميه ستيف بيكس وتكون الكريمة الجيم ديت ما بدنا نخفقه أكتر من هالنقطة لأنه بتصير ترجع مثل الزبدة فما بدنا منوقف لما نشوف أنه صار عنا الكمة الجيم ديت ما نسميه ستيف بيكس ومنبلش نحط الكريمة فوق الكيك كل الكريمة اللي حضرناها وبالسباتشولة بدنا نملسها قد ما فينا ليطلع معنا الوجه كتير مالس ومرتب فيكن تمسحه سباتشولة بين المسحة والمسحة ليطلع الوجه كتير مالس ومرتب لأنه هيك لازم كيك الحليب يطلع من فوق ومن بعد ما نعمل هالشي بدنا نحطه بالبراد تقريبا ساعة ونص أو ساعتين لحديث ما يجمد ويسيل عنا سهل أنه نقصه من بعد ساعتين جبته وعمقص الجوانب بسكينة الخبز مشان يطلع عندي شكل مربع ويكون شكله نضيف ومرتب بقصع كل الأربع جوانب ومن بعدها فيكن تقطعوه لقطع وفيكن تزينوه بالفريز الفريش مثل ما أنا عملت هون وليكن القطعوه شو طلعي طيبة وكتير خفيف وهش ومنه كتير حلو جربوا الوصفة وكتبوه لي بالكومنتز إذا حبيت